ربما يبدو أن الأثرياء يعرفون شيئاً عن المال لا يعرفه باقي الناس لكن هذا لا يعني أن أسرار الثراء في طي الكتمان ويحتكرها الأغنياء لأنفسهم بل هي مجرد قواعد ذهبية للحصول على الثروة وتنميتها والحفاظ عليها واستثمارها بحكمة مفتاح بناء الثروة هو الاطلاع على سير الأثرياء العصاميين الذين بنوا أنفسهم بأنفسهم لأن معرفة عادات وسلوكيات أصحاب أي مجال هو مفتاح صندوق كنوزه إذا كنت ممن يطمحون أن يصبحوا أثرياء يوماً ما هذه سبعة أمور يعرفها كل مليونير عصامي ويمكنك أن تستخدمها لبناء ثروتك الخاصة لا تنسى عزيزي المشترك أن تضغط على زر الإعجاب لدعم المحتوى الهادف وإذا كنت غير مشترك بعد سيسرنا اشتراكك بالقناة ولا تنسى تفعيل الجرس للثراء سبعة أسرار يعرفها كل مليونير عصامي واحد لا يمكن أن تصبح ثرياً من راتبك فقط لا أحد ينكر أنه يمكنك أن تتطور في مسيرتك المهنية إلى مستوى معين لكنك في وقت ما ستضطر للتوقف وسيتوقف نمو دخلك المالي الأثرياء والأذكياء مالياً يعرفون أن الطريق إلى زيادة الثروة هو أن تجعل مالك يعمل لصالحك مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير أسس فلسفته المالية على هذه الاستراتيجية إن الوسيلة المثلى لبلوغ الثراء هي أن تؤسس قنوات الأصول تحصل منها على دخل بشكل مستمر هذه الأصول قد تكون أرباحاً على الأسهم أو تأجير عقارات أو دخل من الأعمال وأي الأعمال التي لا تضطر للقيام بها يومياً ولكي تنجح في جعل المال يعمل لأجلك عليك أن تتعلم إدارته 2- الثراء يحتاج عقلية تختلف تماماً عن عقلية الموظف الموظف يعمل على تنمية ثروة صاحب العمل لذلك إذا كنت تفكر في الثراء فكر من الآن في أعمالك الخاصة حافظ على وظيفتك اليومية لكن ابدأ في الاهتمام بشؤونك وأعمالك فأحد أسرار الثراء أن تعمل وتتوظف كي تتعلم لا أن تعمل من أجل المال فقط يقول المحلل المالي روبرت ويلسون العديد من الأشخاص في الطبقة المتوسطة يعتقدون أن تأسيس عمل خاص أمر فيه مخاطرة كبيرة بينما يفهم الأثرياء أن الخطر الأكبر هو أن تسمح لمديرك أن يقرر ما هو مقدار راتبك وعملك فهو لا يهتم بأهدافك في الحياة ويؤكد مؤلف الأب الغني والأب الفقير أنه من الأفضل للشخص أن يبدأ مشروعه أو عمله الخاص ويفلس قبل أن يتعدى الثلاثين من عمره حيث يمكن التعافي من الإفلاس بسرعة في هذا السن 3- لا تصرف المال لشراء إعجاب الآخرين انقلبت معايير الحياة في وقتنا الحال رأسا على عقب وتحولت إلى حياة مادية طغت فيها المظاهر على الجواهر احذر أن تقع في هذا الفخ الذي جعل أغلب الناس لا يتقدمون ماليا مهما كان الدخل مرتفعا واعلم أن أغلبية الأثرياء لا تصرف وقتها ومالها لنيل إعجاب الآخرين لأنهم يعرفون أنهم حققوا النجاح وبالتالي لا يهتمون بما يفكر فيه الآخرون في الحقيقة ما كان كثير من الأثرياء ليحققوا الثراء لو أنفقوا مالهم الذي كسبوه بمشقة على شراء أشياء يشتريها آخرون فالعيش دون إمكانياتهم ورفض نمط الحياة الباذخ من الأسرار الكبيرة لأكبر أثرياء أمريكا بحسب كتاب المليونير في البيت المجاور الذي تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا فإنفاقك كي تبدو ثريا قبل أن تكون ثريا بحق أقصر طريق لتخريب هدفك في نيل الثروة لذلك إن كنت ترغب في إحراز تقدم في الجانب المالي من حياتك يجب أن تتخلى عن معظم السلوكيات والعادات السيئة التي تأكل دخلك أربعة افهم الفرق بين القيمة والسعر السعر هو المبلغ الذي يدفعه المشتري نظير الحصول على سلعة بينما القيمة هي ما يحصل عليه من منفع بعد اقتناء هذه السلعة وما لا يدركه أغلب الناس أن السعر هو ما يدفعه الشخص من جهد وعمل لتأمين هذا المبلغ مثلا ست ساعات عمل راتب كامل وهل يستحق دفعه مقابل القيمة التي يتوقع الحصول عليها؟ السعر والقيمة يختلفان من شخص لآخر رغم أن السلعة أو الخدمة واحدة فالسعر أي الجهد الجسدي والمعنوي الذي يبذله كل واحد لتوفيره يختلف من شخص لآخر كما تختلف أيضا تصورات كل واحد حول القيمة التي سيحصل عليها من السلعة الخدمة ذاتها بحسب اختلاف المعايير والأولويات من أسرار ثراء الأثرياء أنهم ينظرون إلى القيمة وليس إلى السعر لذلك هم حكماء في قراراتهم المالية أنت أيضا إدراكك للمعاني الحقيقية للسعر والقيمة هو ما سيشكل ثقافتك الاقتصادية ووعيك المالي من الأمور التي قد لا تعرفها عن الأثرياء ورجال الأعمال أنهم لا يملكون دائما ما يكفي من المال قد يبدو لك الأمر غريبا لكنها الحقيقة فحتى لو كانوا يمتلكون الملايين فلن يملكوا أبدا ما يكفي من المال أتعرف لماذا؟ لأن الفكرة القادمة ستحتاج حتما كمية مال أكبر من الفكرة السابقة لذلك هم ماهرون في تمويل مشاريعهم من جيوب الآخرين هنا يختبئ أحد أسرار الثراء أيضا استخدام الأموال الخاصة وأموال الآخرين مستثمرين بنوك في تمويل المشاريع والمخططات الاستثمارية هي استراتيجية الأذكياء لخلق تدفقات نقدية ثابتة وتحقيق الحرية المالية للتقاعد مبكرا طبعا أنت تخاطر هنا أكثر من اعتمادك على مالك الخاص لكن لنتذكر ما قاله الحكيم وارن بافيت يأتي الخطر من عدم معرفتك لما تقوم به 6- فرق بين الاستثمار والمضاربة في ظل الهبوط والصعود الذي تعرفه الأسواق المالية بين فترة وأخرى لا أحد يمكنه أن يتوقع اتجاه السوق غدا الأغنياء يعرفون جيدا هذه الحقيقة ولا يحاولون تخيل أنفسهم مضاربين بل يختارون الاستثمار طويل الأجل تعتقد الأغلبية أن المضاربة هي مفتاح الثراء فيما يعرف الأغنياء أن المدى الطويل والعائد المستقر نسبيا هما أهم عاملين في نمو رأس المال قد يبدو لك هذا غير منطقي لكن طريق الثراء يكمن في الأسلوب الغير شعبي وهو اشتري واحتفظ ولا تنساق وراء تقلبات السوق وتحاول توقع اتجاهات الأسعار 7- اكتب أفكارك وأهدافك ما يميز الناجحين عن الآخرين هو أنهم يكتبون أفكارهم وأهدافهم يمكنك أنت أيضا أن تتجه بكل ثقة نحو نجاحك المالي إذا كان لديك أهدافا محددة ورؤية واضحة عليك أن تخصص دفترا لتسجيل أفكارك الكبيرة والصغيرة يشير توماس كورلي مؤلف كتاب العادات الغنية العادات اليومية للأثرياء أن 67% من الأثرياء الذين سألهم يسجلون أهدافهم و81% يضعون قائمة للأعمال إذا كنت تريد أن تضع قدميك على الطريق الصحيح يجب أن تكتب هدفك على ورق وتضع خطة لبلوغه كانت هذه سبعة أشياء لا تغيب عن ذهن الأثرياء وحتى تختصر الكثير من البحث عن أسرار الثراء لا تنسى عزيزي المشترك أن تضغط على زر الإعجاب لدعم المحتوى الهادف وإذا كنت غير مشترك بعد سيسرنا اشتراكك بالقناة ولا تنسى تفعيل الجرس